بسم الله الرحمن الرحيم اعضاء مدونة ماكسوك العرب اهلا بيكو. كل شاف التحديث بتاع شركة يو بنتي للتحميل. فكل الناس بيبصوا هنا على التحميل الايه? بيبصوا على تحميل فبيلقوا البي دي اف. طب بصوا شباب. نبدئيا كده. هو الموقع قدامك بالشكل ده تمام? طيب. انت بتدور على ايه? بتدور على ارماكس ام سيريز. مثلا اه بيكو ستيشن ام. نانو ستيشن ام تو او ام فايف. هاضغط كده. عن نانو ستيشن. بصوا كده شباب. ابتدى يجي لك الفيرموير اهو. جالك الفيرموير اهو. جالك الداتا شايت واليوزر جايد والحاجات دي كلها. تمام? طيب. في عندي السوفت وير الاكس ام. وفي عندي السوفت وير الاكس دابليو. طيب. لو انا الجهاز عندي السوفت وير بتاعه اكس دابليو. هاروح رايح محمل احدث حاجة هوا. بص ده تلاتة اربعة ده ستة عشرة. الفيرم تاني. نرجع كده تاني. لو انا عايز اجيب الاير ماكس ام. بجيبه من هنا. طيب. ما عندي اير فايبر. هروح ضغط على اير فايبر. تمام? اير فايبر اربعة وعشرين اتش دي. هلاقي الفيرموير بتاعه. موجود هنا هو والتحميل اهو. تاريخ الرفع كمان اهو امتى? والتحميل اهو. الموضوع شباب مش صعب. دور على الحاجة اسمها الفيرموير. واعمل تحميل. تمام? طيب. عندي يونيفاي. عندي مثلا اكسيسوريز. عندي لا. عندي مثلا يونيفاي. او يونيفاي. يونيفاي. ده هو العادي بتاعنا. يونيفاي اي بي اي سي. هلاقي السوفتوير بتاعه اهو. البرنامج بتاعه كمان موجود اهو. تمام يا شباب? السوفتوير اهو. وباكتجات بتاعته اهو. لو عايز اجيب مسلا سوفتوير البيكو ستيشن. بس بقى الام ما عادشي. ما عادشي الهو بيكو ام تو اتش بي. بيكو ام تو اتش بي. ده اللي اصبح موجود. ما عادش موجود العادي. عايز احمل سوفتوير البيكو ستيشن ام. بضغط على البيكو ستيشن ام كده. وعندك هنا في فيرموير بتاريخ تلاتة وعشرين واحد الفين واربعتاشر. وفيرموير بتاريخ ست عشرة الفين واربعتاشر. هو بيقول لك بيصلح لل اي جي والاتش بي والتو جي ستاشر واند 32 مور لو انا ضغط عليه كده هيصلح لكل الانواع اللي مكتوب جنبها الكلام ده عايز اجيب الفيرموير ده بحمله وببدأ اسطى بشباب تمام البوليت محدش يسأل على البوليت لان البوليت خرجت معاتش غير البوليت الام بوليت الام هو لو انا ضغط عليه اده البوليت الام وده السوفت وير بتاعه برضو موجود هنا تحمله تمام معاتش البوليت تويتش بالبوليت تويتش بي انا هتطلع السوفت وير على مدوانة مكتبك العرب اتمنى كده الموضوع يكون سهل سيبك من هنا هنا البدي افات هنا التحميلات اضغط على اللي انت عايز تضغط عليه ونزل اخر سوفت وير شكرا لكم والسلام عليكم